وما منع الناس أن يؤمنوا إذ داءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومعذرين ويجادل الذين كفروا بالباطن ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهم وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم من الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا واجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أرضي حقوبا فلما بل رام جمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا وقد لقينا من سفرنا هذا نصابا قال أرأيت إذ أوينا إلى السخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغى فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا قال إنك لا تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحبط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن انتبعتني فلا تسأل لي عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا لقيا ظلاما فقتله فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتهرق أهلها لقد جئت شيئا إمرى قال ألم أقل